ونروح لمجز الأنباء مع هالة الحملة شكراً هيبة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقاً شهيراً في العاصمة الصومالية مقدشيو وأصفر عن وقع عشرات الضحايا والمصابين وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود دولة الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قد أعلن عن وقع انفجار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية في ساعة متأخرة من الليل مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة أعلنت سلطة الاحتلال عزمها إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وذكر مكتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي سيغادر تل أبيب إلى القاهرة اليوم أو غدا الأحد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي قسف مركبة قرب بلدة عتيل في طول كرم بالضفة الغربية مما أدى لوقوع شهداء ومصابين هذا واستشهد ستة فلسطينيين من بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين استشهدوا جراء استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في حي الصبرى جنوب مدينة غزة وأضافت أن طفلا استشهد وأصيب عدد آخر من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمخيم لبريج وسط القطاع كما استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران في غارة استهدفت منزلا ببلدة بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ديبن دينيبروفيسك الأوكراني سيرجي لساك أن الجيش الروسي قصف منطقة نيكوبول التابعة للإقليم وقال المسؤول الأوكراني إن الهجوم الذي شنته القوات الروسية على المنطقة بالطائرات بدون طيار الانتحارية والمدفعية الثقيلة استهدفت عددا من البلدات وألحق أضرارا بمبنى إداري وخط كهرباء دون وقوع إصابات تأهل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي بدورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 بعد فوزه المثير على منتخب باراكوي بدربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 أقيمت المباراة بمدينة مرسيليا الفرنسية ضمن منافسات الدور الربع النهائي هذا ويواجه المنتخب الوطني الأولمبي منتخب فرنسا الذي حقق فوزا على نظيره الأرجنتيني بهدف النظيف الاثنين القادم في مدينة ليون هذا وهنأ وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بالفوز على منتخب باراكوي وأكد صبحي أن هذا الإنجاز يعد إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية على الساحة الدولية مشيدا بالمجهودات التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري للوصول إلى هذا المستوى المتميز الذي يعد تتويجا لبرنامج الإعداد الطويل والمكثف الذي خاضوه وطالب الوزير الجماهير المصرية بتشجيع الفريق وكل الأبطال الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والرفع اسم مصر عاليا تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه على النظير النرويجي وصيف بطل العالم بنتيجة 26-25 في الرابع مواجهته بالأولمبياد وانتعى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالحي منتخب الفراعنة وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهات الأولمبياد وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين انتهى مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل